ساعة الوقت تمانية مع مجاز الأنباء مع ليندا تفضل يليندا شكرا مننا الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورامي في مصر في مصر وفق المعيير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي بمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية وأستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني وصرح المتحدث نسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام هرمل وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشأته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق تحية مصر وليمثل المركز منارة طبية على مستوى الدولة أكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن المستثنى من المشاركة في الحوار الوطني كل من خطط وحرد ونفذ أعمالا إرهابية وتلوثت يداه بالدماء على رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية والفئة الثانية المستثنى كل من يرفض دستور مصر 2014 موضحة أن عمل مجلس أمناء الحوار الوطني يقتصر على إدارة الحوار الوطني وليس تدخل في الموضوعات المطروحة به وخلال كلمتي بالمؤتمر الصخفي المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل لمجلس أمناء الحوار الوطني أشر الرشوان إلى أن الحوار أسفر عن إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء تمهيدا لنشره على الموقع الخاص بالحوار الوطني كما تم إصدار وثيقة خاصة بمدونة سلوك وأخلاقيات الحوار الوطني قال مسؤول أمريكي كبير أن أمن الغذاء والطاقة سيكون بين أبرز الموضوعات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي هذا الأسبوع وأنه ينبغي لأعضاء المجموعة أن يصر على أن تدعم روسيا جهود الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق البحرية التي أغلاقتها الأزمة الروسية الأوكرانية وأضاف المسؤول الأمريكي أنه ينبغي لدول مجموعة العشرين أن تحاسب روسيا وأن تصر على أن تدعم جهود الأمم المتحدة الجارية لإعادة فتح الطرق البحرية لتسليم الحبوب قال الحاكم الأقلمي لمنطقة لوهانسك الأوكرانية سيرجي جايداي أن القوات الروسية تخوض قتالا عنيفا وتسحف صوبة منطقة دونسك بعد سطرتها على آخر بلدتين في لوهانسك المجاورة وقال جايداي أن القوات الروسية تكبدت خسائر فدحة خلال العملية الطويلة للسيطرة على مدينتي سيفيرو دونسك وليسيت شانسك لكنها توجه جهودها نحو التحارق جنوبا طلقت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن اليوم خطابا حول سياسة العامة لحكومتها الجديدة يأتي ذلك بعد إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة المؤلفة من 17 وزيرا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة تضموا 41 عضوا بينهم 20 امرأة وقالت وسائل أعلام فرنسية أن بورن لن تسعى للحصول على ثقة البرلمانيين خلال بيان سياستها العامة أمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام على البيت الأبيض وسائر المباني الحكومية والمواقع العسكرية والقواعد البحرية في أنحاء البلاد حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار بمدينة شيكاغو حتى غروب يوم السبت الموافق التاسع من يوليو الجاري هذا وقد وجهت السلطات الأمريكية سبع تهم قتل من الدرجة الأولى للشاب المتهم بفتح النار من فوق سطح مبنى على حجد كان يشاهد عرضا بمناسبة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو قرب شيكاغو وقال أريك رينهارد مدعي ولاية إلانوي لدى أعلانه عن التهم في مؤتمر صحفي إن المشتبه به روبرت إي كريمو سيواجه في حالة إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج المشروط عنه نهاية مجلزة ثمينة نعود لاستكمال باقي فقرة الصباح الخير يا مصر بعد الفاصل